جدير بالذكر طبعا أنه الناقد الرياضي الكبير ورئيس قناة الأهلي الدكتور خالد توحيد تعرض لأزمة صحية صباح اليوم وتم نقله على أثر هذه الأزمة من النادي الأهلي إلى مستشفى المعلمين ويقضع الآن في العناية المركزة تأكيد الدكتور خالد اللي بنتمنى له ونضع الله سبحانه وتعالى أن يتم عليه نعمته بالشفاء العاجل له مكانته الكبيرة جدا على كافة المستويات على المستوى الإنساني والعملي والمهني وعلى المستوى الأدبي أيضا في الأوساط الإعلامية والرياضية المصرية فضلا عن مكانته الخاصة جدا لدى قيادات النادي الأهلي وفي مقدمتهم الكابتن محمود الخطيب رئيس مجلس الإدارة ولدى أسرة وزملائي الأعزاء أسرة قناة الأهلي وإن شاء الله نطمئن عليه خلال الساعات أو الأيام القليلة القادمة بإذن الله